في جديد ملف تحويل الجزائر وجبهة البوليساريو للمساعدات الإنسانية الأوروبية المواجهة لسكان مخيمات تندوف قام أعضاء بالبرلمان الأوروبي هذا الأسبوع بتفعيل آليات رسمية لإحاطة البرلمان الأوروبي بشأن تحويل هذه المساعدات الإنسانية ويدين مشروع القرار الذي جرى تقديمه الخميس الماضي يدين استمرار هذا الاحتيال مع الدعوة إلى افتحاص المساعدات الأوروبية المختلسة من طرف البوليساريو والجزائر القرار ذكر بأن تقريرا صادرا عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش نشر عام 2015 سجل وقوع تحويلات للمساعدات الإنسانية الأوروبية لا سيما بغرض شراء الأسلحة حيث أن قيمة هذه المساعدات وصلت إلى 105 ملايين أورو بين عام 1994-900-2004 القرار أشار أيضا إلى أن الجزائر فرضت ضريبة 5% على هذه المساعدات ورفضت طلبات أن تعداد اللاجئين تقدمت بها المفاوضية السامية لشؤون اللاجئين ترجمة نانسي قنقر